لما يبقى الواحد ده عنده كبوة نسنده ندعمه ولا نيجي عليه انا عايز الصبر شوية من الجماهير عن محمد صلاح لان محمد صلاح الهيرو او البطل بتاعنا وانا على شاشة قناة النادر اهلي كلنا فخرين بمحمد صلاح وكلنا عندنا فخر كبير جدا اللي عندنا لعيب زي محمد صلاح عندك لعيب بمواصفات عالمية عندك لعيب عمل موسم استثنائي يورجن كروب في مبارات امبارح امام باريس سان جرمان وبعد خطأ محمد صلاح ما كانش موفق مبارح والناس بتقوله مباراة للنسيان والصحافة الانجليزية مقلوبة يورجن كروب بيغير محمد صلاح بعد الخطأ اللي تسبب في هدف التعادل مباشرة وكأن يورجن كروب بيشايله الليلة انت اللي اخطأت يورجن كروب اللي مش مسيطر على الفريق ولا قادر يمشي كلامه على اللعيبة المنفسنا اللي ما بتبصيش وبيتكلم في بعض الامور خلينا اقول لكم ان محمد صلاح بيمر باصعب اوقاته محمد صلاح اللي عايز الدعم من كل المصريين محمد صلاح اللي فيه ناس مستنياه يقع محمد صلاح اللي فيه ناس بتحاربه جوه قبل برا وبرا قبل جوه لازم يكون في وقفة اتحاد الكورة انا مش شايف له دور اتحاد الكورة في التوقيت ده فين اتحاد الكورة بيكتفي انه موجود خلف السطار بيقول لك مش مشكلتي مش قزمته ده ابنك عارف يعني ايه ابنك ده ابنك اللي انت لازم تسنده حتى لو فيه مشاكل معاه هو ده الوقت اللي تقف في ظهره هو ده الوقت اللي تتكلم معاه كل الصحف وسائل اعلام الانجليزية تكلمت عن قصفه للزجاجة مبارح وقاعد بعد هدف فورمينيو يعني الناس بتتكلم كلها انه هو غضبان وبتاع ولكن الحمد لله في لقطة محترمة جدا على احد القناوات الانجليزية زعتها محمد صلاح قام وهيس وام رامل ازازك يعني بعد منبس لكن هو فرحان جدا ازاي اصلا هيزعل وفرقته كذبانا وهو كان السبب في التعادل بالعقل وبالمنطق عشان كده بنقول اللي فيه تربص بمحمد صلاح عشان كده بقول لكم ازا كان فرد دعم 100 مليون بفضل دعاكم وبفضل دعواتكم ليه لما وصل لأفضل لاعب في أفريقيا أفضل لاعب في الدولة الانجليزية هدف الدولة الانجليزية واحد من أفضل 3 لعيبة على مستوى أوروبا واحد دلوقتي قبل يوم 24 بينتظر انه يكون واحد من أفضل لعيب العالم هل ده يستحق؟ اعتقد ان كلنا لازم نرجع نفسنا علاقتنا بمحمد صلاح مش علاقة مصلحة وهدف وفوز وفرحة علاقة كبيرة جدا جدا لازم يكون لنا فيها دور ودعم أنا بقول ادعم محمد صلاح محمد اختلف معاك نوعا ما شوية؟ اختلف طيب محمد صلاح وصل للقمة وحقق كل شيء في أول موسم ليه في الدورة الانجليزية الوصول للقمة صعب لكن الحفاظ على القمة هو الأصب محمد صلاح محتاج ان يطور من نفسه شوية محمد صلاح محتاج ان ياراك تسلم العرب محمد مفهمتنيش أنا محمد أكيد هو عنده ضغوط ولكن اللي قدر يعمل هذا الموسم الاستثنائي مش هاجه أقول له طور نفسك بعد ما أدى هذا الأداة بعد ما بقى الهداف عشان يبقى نجمي كبير لازم أتحمل الضغوط ولكن الضغوط برة وجوه وأنت تعلم الضغوط اللي برة والضغوط اللي جوه إذا كان عنده كبوة إحنا كمان بقى كجمهور وكأعلام ما نكبرش الفجوة يعني أنت شايفه وأنت معترف فأنا معترف أنه مش ده محمد صلاح يعني الصحف الإنجليزية طالعا أنا أقولك بتقولك مباراة للنسيان ده معناه إيه؟ ده معناه اللي ندعم محمد في هذا التوقيت يا محمد الدعم ليه مش هننتقد أو أنش هتتكلم عنه بشكل سلبي لكن الدعم ليه أنك تتكلم عنه بشكل إيجابي للمرحلة القادمة كل المشاكل اللي بتحهم حواليه إزاي يعني توضحها له بشكل إيجابي إزاي تزيرها له بشكل واضح محتاج أن يركز في الملعب أكتر محتاج أن لو عنده مشكلة فنية في الملعب يتكلم فيه مع المدير الفني اللي عايز أقولك أنا حاسس أو أشعر بشكل كبير جدا أن يرجم كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خلال الموسم الحالي قدر الإمكان بيحاول يأكد نظريته أن الفريق هو الكل مش النجم الأوحد أن اللي حصل الموسم الماضي ما كانش استثناء هو كان بيحضر فرقة لموسم جديد بشكل مختلف عشان كده احنا السنة دي شايفين فرقة ليفربول فيها عناصر مميزة عديدة ما فيهش محمد صلاح بس في خط الدفاع في حارس المرمى في وسط الملعب أداء مين نر حتى في وسط الملعب أداء مختلف تماما مع فريق هو طبعا محمد لكن صلاح أكد لك على حاجة بس زميلي إيهاب صلاح محتاج السنة دي أنه هو يركز عشان عنده هدف أعلى من كده لأنه ما وصلش لسه للقمة زي ما الناس كلها تتكلم في الموسم الماضي محمد صلاح بس محتاج يركز أكتر في الملعب كل المشاكل اللي حواليه أنه هو يعني يضحها جانبا ويركز في الملعب بشكل جيد وإزاي يفيد الفرقة بشكل إيجابي ما يكونش كل تركيزه في إحراز الأهداف زي الجزئية اللي اتطفق معاه فيها في موضوع النفسانة أو المشاكل اللي بينه وبين عدد من اللاعبين زميلي إيهاب إذا كان لاعب وصل لواحد من أفضل ثلاث لعيبة في أوروبا واحد من أفضل ثلاث لعيبة في العالم ولسه حتى هذا التوقيت ما وصلش المستوى الكبير يا محمد من وجهة نظرك صعب محمد صلاح عدد كل الحدود ولكن المشاكل اللي بتفوق محمد صلاح هي مشاكل ستتعلق بحاجات كتير جدا آه عليه الاستفاقة عليه أنه يقف عليه أنه يكمل عليه أنه يتحمل الضغط اللي بقى فيه عليه أنه يتحمل هذه المنطقة الكبيرة جدا اللي بقى فيها النجم الكبير محمد صلاح ما زلت بقول إدعم محمد صلاح نطلع فاصل ونعود نتواصل